ريونالدو عيط يا جماعة انتم متصورين؟ الراجل غالباً انا مش بقولك بقى ده اكيد غالباً مش في دماغه على الاطلاق لهو ولا اي حد في الفرقة ولا مدرهم الفني ولا حد في العالم كان متصور ان المغرب هتفوز في هذا المطش مش هتقولك تفوز بهذه النتيجة لا تفوز بس سيبك بقى من النتيجة الراجل ده كان وقف بيعيط بيعيط ده ليه صور كتير ونزل على الارض يعني خلق نزل على ركبه عيط طب ازاي مش متصور مش متخيل بص المغربة يعني شهيصونا عموماً كعرب فرحونا ويا رب يا رب يا رب ياخدوا البطولة السنادي هنبقى كلنا فرحانين معنا على التليفون مطربتنا الرائعة صاحبة الصوت العزب الجميل للحلو الرائع جنات ازايك؟ ازاي جايوز عمنا ايه اخبارك ايه كله تمام؟ يا ستي اولاً الف مبروك الله يبارك فيك والله فرحة كبيرة قوي كل العرب اواللهي المهاردة المنتخب المغربي عمل انجاز تاريخي صحيح يعني غير مصبوك يعني فالواحد مش عارف هو طبعاً المنتخب قوي من زمانه كانوا يستاهلوا الحقيقة يستاهلوا بس كناش متخيلين التقلق الكبير ده والثقة اللي عندهم والدفاع القوي والحماس لا حاجة حقيقة فرح الحمد لله واحنا فخورين بيوم الحمد لله كلنا فخورين بالمنتخب المغربي مش بس المغربة يعني مش انتو خلاص كده لا احنا كمان فرحانين قوي اتي مش متخيلة اصلا دي حاجة يا جنات بتكسر عقتة الخواجة اللي عندنا انه لازم البطولات يخدها للأجانب واحنا ملناش نصيب ولا ايه ايه بالضبط وانا برضو كنت بقول من زمان الكلام ده ليه احنا باخدين الموضوع انه مستحيل وبعيد قوي لا طالع انه قريب قوي بس الواحد يبقى عنده ثقة بنفسه صحيح صحيح طيب قوليلي بقى بعيدا عن الكرة والفوز اللي ابنا تمنى يا رب تاخدوا البطولة يا جنات وتبقى بقى ايه حدث هتنورينا امتى في البرنامج هاجيلكوا بعد لو كسبوا الكاس هانا هاجيلكوا هم كده كده خلاص المغرب كسبت بصرف النظر خدت البطولة ولا لأ انتو حققتوا خلاص الانجاز التاريخي خلاص احنا لنا عندك كده خلاص يا سلام ده احنا نتشرف هنتصل بيك وهنتفق على معاد ونيجي ونقعد نتكلم ونغني وحاجات زي كده وتاني مرة اقولك الف الف مليون مبروك ووصلي صوتنا لكل الاصدقاء والاهل في المغرب ارجوك جدا وهو وصل طبعا يعني والتفاعل بتاع العرب كله واضح يعني فهنا بقينا يعني صوت واحد وشعب واحد ويد واحدة ووقفين في ظهر المغرب كل الدول العربية لحقيقة حاجة تفرح يعني طب هسألك سؤال انت ليكي في الكرة قوي ولا زي حالتك خالص خالص بس شكلي هيبقى ليه في الكرة جامس جدا انا حبيتها بفرحة اصننت لو كنت يقتيليها في الكرة قوي كنت اقولك طب حلليلي المطش يا جنات على بكرة احلله لك عادي طيب ايه رأيك ايه يعني ايه السر ورا هذا التقلق في المنتخب المغربي السندي ايه السر المفتاح اللعيبة وطبعا المدرب المدرب عظيم يعني بص ثابت ازاي وعنده سقة ازاي وازاي بيوجهه ازاي يعني ما تحسش انهم بيرتبكوا خالص في الملعب ولا لما بتجيلهم الكرة بيعرفوا ازاي تصرفوا ماش بيتخضوا لا اللعيبة الحقيقة مستوى يعني الجيل اللي موجود حاليا مستوى عادي جدا جدا مواصفات عالمية عالميين ما شاء الله عليهم ربنا يحفظهم يا رب يوفقهم اكتر واكتر وان شاء الله ياخدوا البطولة ساعتها يبقى كل العرب فرحانين اكتر من كده كمان مئة مرة بإذن الله اشكرك وان شاء الله قريبا نلتقي تنورينا خلاص ماشي الف الف شكر لكي كل الشكر اللي مطربتنا عن نجماتنا الكبيرة جنات